أرحب بكم من جديد في عالم الاقتصاد والذي نستهله من اليابان التي كشفت النقاب عن ميزانية قياسية التي خصصتها للعام المالي المقبل اعتبارا من أفريل والتي ستبلغ 863 مليار دولار مدفوعة بزيادة الانفاق العسكري وتكاليف ضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان ولتمويل الانفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 334 مليار ين لإصدارها في العام المالي للسنة المقبلة في خطوة غير مسبوقة وفقا لرويترز وتلقت الميزانية دعما من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الانفاق الدفاعي لليابان إلى اثنين فيلم أمين الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 ما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة بين العام الذي فاق ضحفي حجم اقتصادها هذا وتوقع مشروع الميزانية أن تحقق اليابان عائدات ضاربية قياسية بقيمة 69 تريليون ين وقال المسؤولون إن الميزانية تفترض أن يكون السعر الصرف للعام المالي المقبل 137 ين للدولار وهو الأضعف منذ 2010 إلى تونس نعرج بكم حيث قدرت الحكومة موازنة البلاد خلال العام المقبل بأكثر من 22 مليار دولار مسجلة بذلك زيادة بنسبة تفوق الـ 14% مقارنة بموازنة 2022 ووفق قانون الموازنة تخطط الحكومة التونسية لتعبئة موارد خارجية قدرها 5 مليار دولار مقابل قروض داخلية تقارب 3 مليار دولار كما قدرت الحكومة المداخل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 13 مليار دولار بزيادة نسبتها 12% من المداخل التي جارت تعبئتها العام الحالي ومن المتوقع أن يبلغ العدز الصافي للميزانية 9 مليار دينار ما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بينما يتوقع أن يبلغ حجم الدين العمومي 126 مليار دينار ما يعادل 77% من الناتج المحلي للبلاد في أخبار المركبات في مشاهدنا وصلت المبيعات التراكمية لسيارة هيندي موتورا الكورية الجنوبية في السوق الأمريكية إلى 15 مليون سيارة منذ دخولها السوق قبل 36 عاما ووصلت المبيعات التراكمية للشركة في السوق الأمريكية إلى 5 ملايين عام 2007 لتصل إلى 10 ملايين بحلول 2015 وسجلت مبيعات يونيك 5 الكهربائية التي طرحتها الشركة في ديسمبر 2021 أكثر من 20 ألف وحدة هذا العام واقتربت كونا إلكتريك الكهربائية من 9 ألاف وحدة وتصب الشركة تركيزها حاليا على بيع السيارة الكهربائية لأخذ زمام المبادرة في سوق السيارة الصديقة للبيئة في أمريكا يبدو أن النجمة الفرنسية كيليان مبابي مهاجم باريسان جرمان استعاد صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم عقب تألقه مع منتخب بلاده في نهائية بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في قطر وجاء مبابي في صدارة ترتيب أغلى عشرة لاعبين في العالم وفقا لإحصائية التي نشرتها موقع ترونسفير ماركت العالمي بقيمة تسويقية تبلغ 180 مليون يورو منتزعا لصدارة من النرويجي إيلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الذي حل في المركز الثاني بـ 170 مليون أورو في خبر آخر نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء أليكساندر نوفاك قوله إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 و 7% في أوائل العام المقبل ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نوفاك قوله إن التخفضات قد تتراوح بين 500 ألف و 700 ألف برميل يوميا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هذا الأسبوع إنه سيصدر مرسوما خلال الأسبوع المقبل يفصل رد موسكو على تسقيف الأسعار قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون إن سنة 2023 ستتوجه بانضمام بلاده إلى مجموعة بريكس كما كشف عن استرجاع قرابة 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة تتسارع الخطوات وتقترب معها الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون أفاد بأن سنة 2023 ستتوجه بانضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس خاصة مع الدعم الذي تبديه الصين، روسيا وجنوب أفريقيا لمسع بلاده في الانضمام إلى التكتل 2023 إن شاء الله تكون متواجة بالدخول إلى الجزائر في منظمة البريكس هذا يطلب عمرين، يطلب أولا مواصلة المجهود التي رحمها شيء تحت استثمار وتحت تنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت ثانيا باش نفوت المستوى آخر الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون كشف أيضا عن استرجاع بلاده ما يقارب 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة طيلة أكثر من عشر سنوات كما أكد استعداد العديد من الدول الأوروبية لتقديم يد المساعدة لبلاده من أجل استرجاع الأموال المحربة تهريب الأموال الضخمة التي تحربت تحربت لمدة عشر سنوات أو 12 سنوات لا يوجد دفعها واحدة هو الشيء الإيجابي أن الدول الأوروبية وأنا شكرهم أغلبهم يعني مدون أيد المساعدة فيهم ممتلكة الظاهرة فنادق خمس نجوم وغيرها حتى رسميا بالغناب اللي باستعدين يسلمهم للجزائر ممكن نسمي بعض الدول سيطر أغلب الدول الأوروبية في الداخل هنا كذلك في ما يقارب عشرين مليار دولار يعني ما يساوي عشرين مليار دولار وهذه رجعناها باقي المال مخزن كتكبار في ليكاب ولا في كذا أنا معه وعنده حل آخر كان في حل آخر الانضمام الوشيك للجزائر إلى مجموعة بريكس يأتي بعد القفزة الكبيرة التي حققها اقتصاد البلاد خلال السنوات الثالث الماضية مع توقعات ببلوغ نسبة النمو عتبت الأربعة فاصل السبعة خلال السنة الجارية ووصول قيمة الصادرات خارج المحلوقات إلى سبعة ملاير دولار بهذا التقرير نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام فقرتنا الاقتصادية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر